أتمنى أنا وأنت أيضاً نخرج من حالة التوصيف إلى حالة تشكيل المواقف الآن أنت كنت تقول العراقيون انفضح أمامهم كل شيء الآن هؤلاء الذين يطالبون من السياسيون السنة وأنت من هذا الطيف وإحنا كل إحنا عراقيين لكن قدرنا الأسود وزعونا سنة وشيعة الآن الذين يطالبون هم يقولون أنها استحقاقات مكون هل المكون متفق معهم أم أنهم يبحثون في مصالح خاصة ما أريد يهد القاصة لأنه هناك عقود بديت المرحلة ما أكتملت لازم تكتمل بهاي المرحلة هيت خلنسولف لا لا أستاذ نجم إحنا اليوم ما أريد اليوم وإحنا نريد تغيير والتغيير اللي يريد يحصل ما أريد إحنا نرجع إلى ما حصل في السابق وكانت هناك أشيعة يجيبون وزراء من عتهم والسنة يجيبون وزراء من عتهم ومناصب والأكراد اللي يجيبون من عتهم وما طلعنا بنتيجة ما عمرنا بلدنا ما قدمنا شيء شعبنا اليوم خلنخرج من المحاصصة وخلي نخرج من هذه المأسات اللي مرت علينا بسببها الزعامات ورأساء الكتلة السياسية نحن نقول خلي يخرج يخرج الدكتور محمد علاوي ويبتعد عن الكتلة السياسية وهذا مطلب الشعب ومطلب المتظاهرين ومطلب الشعر العراقي قلنا لي الدكتور محمد علاوي يبتعد لا تأتي بمرشحين من الكتلة السياسية وقبلها كان الدكتور عادل عبد المهدي وهمها كذا طلبنا من عنده قلنا لي يا أخي اخرج من الكتلة السياسية والكابينة تكون كابينة تحتمد على الكفاءة وعلى التخصص وعلى المهنية نحن نريد دم لبلد ما نريد نحن نترس جيوب الجيوب الزعامات ورأساء الكتل ما نريد نحن نرجع مرة ثانية يعتبر هذا الوزير تابع إلى الطائفة الفلانية وتابع إلى الحزب الفلاني وتابع إلى الزعيم الفلاني وأصبحت ولاعات لفلان وفلان خلي يكون عندنا وزير لكل العراقيين عندما نأتي بوزير كهرباء يكون هذا الوزير ما يقولوا لي يا أبا تعالى نحن نجم لكم سنة أو شيعة أو كرد يعتبر هذا وزير لكل العراقيين والله أنا أحترم هذا المنطق كل أطلافهم كل مذاهن أنا أحترم هذا المنطق وأتفاعل معه وكافة الوزراء حتى في سبيل خلنخرج من هذا الوضع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر